السلام عليكم أحياكم الله أسعدكم الله أينما كنتم أنا سويت تقليم جائر للفلفل هذا نظام النافورة أول شيء أنه عمره صار كبير الشيء الآخر ناوي أجدد طبعا التقليم الجائر هذا يسوي ترى تجديد للبراعم يتطلع براعم جديدة يعني ممكن يطول عمره معي ثلاث أربع شهور جاية لكن أنا لازلت محتار ما أدري أنا أكمل المشوار معه أو خلاص أتوقف ونستبدل المحصول محصول آخر هذا الانتاج ما شاء الله ترى كثير جدا وللأسف أنه ما علي طلب كثير بالبيت يعني أنا أرجح أنه أغير المحصول هذا أشوف الأحجام ما شاء الله تبارك الله أحجام كبيرة جدا ترى هذه النموات وهذه الانتاج هذه النموات جديدة طبعا طالعة هنا هذا عندنا الله يسعدكم برضو نموات جديدة تزهير في تزهير هنا كامل لكن أنا لحد الآن محتار ربما أني أنتظر أسبوع بس أكمل النظج المتبقي وخلاص نتوقف عليه شوفوا ترى فيه كمية كبيرة جدا من الانتاج هذا هو فلفل النافورة أنا سميه فلفل النافورة هذا اللي أنتم شايفين الله يسعدكم تجاوز يمكن وصل سبعة إلى ثمانة شهور تقريبا وفيه عدة أصناف زي ما أنتم شايفين هذا يفتح نفس اللون صراحة جميل فبين أني أخلي المشوار يطول معه شوي أو أجدد وأنا والله نجل لحب التجديد صراحة لكن ما ندل لحد الآن طبعا افتحت المراوح الله يغير لكم كالعادة هذا الانتاجية انتاجية جميلة هذا الأخضر ما شاهده صايف زي العناقيد ما شاهده تبارك الله من هنا الأخضر برضه أحجام كبيرة مرة أحجامها خليني نشوف العلان وطاع هذه لا والله في فوقها أحب المقدر وطاعها لازم بالمقس أشوفوا كيف كمية الانتاج هناك برضه في الأخير أو هنا عموما بس أنا حبيت أعطيكم النظرة الكاملة على موضوع نظام النافورة هذا تعرفون العمر اكتمل كامل عمر النبات شوفوا كيف الانتاجية ولا في أي أثار ولا أي أضرار على النباتات وعطتنا فترة طويلة جدا جدا يلا أنا خبقت هذه وانكسرت في يلا تشوفونا انتاجها ما شاء الله هذا الانتاج جميل جدا الرأي سهل بسيط كل ممالة التربة للجفاف يكون أفضل النموات الجديدة هذه اللي أقول لكم عطت نموات جديدة هذه هنا نموات جديدة حلوة في هنا برضو في تزهير جيد ربما انه اذا انه تيسرت للأمور انه ان شاء الله سوي نظام ثاني في يكون أفضل لي أو أبقي هذا أعطيه فرصة ما أدري أعطيه فرصة كام حسب النموات اللي طالعة لكن نشوف كمية الانتاج هذا حلوة ترى بسيط شوفوا الانتاج كيف شوفوا الانتاج هناك واضح ان شاء الله هذا برضو زي ما انتم شايفين هنا يلا استمتعوا بالألوان شوي هذه الألوان الجميلة ألوان الفلفل الجميلة جاية بين الأصفر والأحمر هذا الفلفل الروسي طبعا هذا الأصفر وهذا يعطينا أخضر بدنا نتحول للأصفر ونفس العملية هناك لما جميع هذه كلها نفس العملية هناك في مجموعة كبيرة ما شاء الله هذا أخضر بعدين نفس الحكاية تحول للأصفر فمعطي عطاء جيد ما شاء الله تبارك الله ولكن أنا والله أقرب شي عندي نمائي للتجديد والله يسعدكم ويحفظكم إن شاء الله مع السلامة